40 إلى 10 ألاف الكشفية محددتها النقابة ملتزم بها الطبيب في رأيك بالنسبة لكي ملتزم بها الطبيب؟ الغالبية العظمى ملتزمة يعني لا أقدر أعطيك نسبة بالضبط بس أقدر أقول لك أكثر من 80% هم ملتزمين بهذه الكشفية جاء عنه سأذار تشتك؟ نعم تشتك شو نشتك الإجراء؟ نعم لجنة الانضباط منقب 3 طباء موجودة في مقر النقابة بالمنصور وعدنا فروع النقابة بالعراق كل المحافظات يقدر يتوجه المواطن مباشرة إذا عنده شكوى حقيقية واقعية مضبوطة يقدمها على الطبيب ويطي اسم الطبيب يعني أروح للنقابة للنقابة وروح لجنة الانضباط الموجودة هم عندهم الكليشة بس تطيهم الأسماء حتى يسهلون عليك الموضوع وأكو لجنة فنية بالنقابة اتحقق ويا الطبيب المعين هذه اللجنة الفنية يعني إحنا بقانون الطب يعرف الدكتور اللي يحقق مع الطبيب فقط الطبيب يعني إحنا هسدت عنده تسند هذه المهنة إلى شيوخ العشائر هم يحققون مع الطباء قصدي أستاذ أنا قاعد أحكي بصورة مهنية بصورة مهنية أروح للنقابة قدم إلى لجنة الانضباط وقدم الشكوى مال تواح 234 أنا المرأة جايتنا من الحسينية بالقوة تمشي رزليهم خلي أحكي بهاي الصورة نعم نعم خلي كنوا واقعيين نحن نحكي بص المثاليات نعم أنا مرأة من انتهية أو أجوز وطاب وطبيب وأنا عايفة المرأة متعبان ورايح لجنة الانضباط لا تتعالج استاذ رائع تعالجها وعد ذلك تقدم أنت شكوى حتى يعني وين تتعالجها؟ تعالجها من الطبيب اللي أنت مرضته أو أنت اعتبرته هو تجاوز على المهنة مال تعالجها كمل علاجها إذا هو كان طبيب كفو أنا اعتراضي فقط على الموضوع المادي يصير الشكوى بالنقابة النقابة ذاك الوقت تأخذك حقك المادي لنشهر رقمه نعم رقم موجود وصفحة النقابة منتشروا بهم جد الرقم الرقم النزل لك موجود بصفحة النقابة لدينا أكثر من نقابة الرقم اللي أشتكين مواطن نقابة أطباء العراق صفحة الفيسبوك يعني الكل يسمونها رقم خاص للشكاوي على هذا الطبيب موجود عدكم لو لا طبعا عندنا أكيد أحضر لي حتى نطين مواطن كريم أي كشفية من العشرة آلاف إلى أربعين ألف تتسطون إذا أعلى من عدد تتسطون على النقابة خلن نشوف إجراءها تمام؟ أعودوا عبد الدكتور بما نأخذ الرقم نعم اليوم وضد أطيك الرقم أستاذ رائد أي أخذ الرقم نعم خليس أسجلوا صفر مكرر سبعة صفر سبعة سبعة صفر صفر ستة ستة ثمين ثمين خمسة 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 ستة أربعة ستة أربعة ثمانية ثمانية نعم نقابة الأطباء لجنة لجنة الأنضباط والنقابة هي هذا الرقم ونقابة لجنة الأنضباط مجرد يقول له أدي شك وحتى سيد النقيبي يجاوبك على هذا طي الرقم هس راح نعيده راح سيد المخرج راح ينزل أمامكم بشاشة هذا الرقم اللي راح ينزل الكل مواطنين الكرام كل مشاهدين من الشمال إلى الجنوب هذا الرقم في حال رحته الصيدلية من غصبته على الصيدلية أو الأسعار غالية أو الكشفية غالية اللي غير محددتها نقابة الأطباء المحترمين طيب تتصلون على هذا الرقم نعم في حال ماكو أي إجابة ماكو مفادرة احنا حاضر نجازين نعم ترجمة نانسي قنقر